حتى يتبين لهم أنه الحق وهذا الحديث سيكون حجة لكل من سمعه الآن يوم لقاء الله ويوم النزول في القبر ويوم أن يأتي الملك ليتوفاك قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم سيكون حسرة عليك لأنك لم تستعد لهذا اليوم لم تستعد لملاقات لاستقبال رسل الله يا رجل أنت إذا كان سيأتيك ضيف مهم مسؤول كبير تجلس شهر وأنت تفكر وتستعد إذا كان سيأتيك في بيتك كيف إذا كانت رسل الله الذين سيقبضون ويتوفون هذه النفس سيأتون إليك كيف تستقبلهم المال لا يفيدك السلطة لا تفيدك كل الناس يتخلون عنك تماما لا أحد يدخل معك القبر ولا أحد يكون معك في هذه المواجهة ستكون وحيدا أمام رسل الله فكر فكر ماذا تقول أنا سأخبركم أيها الأحبة بناء على القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا ماذا ما هي النتيجة ماذا يحدث لحظة الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الخوف يكون من الماضي من المستقبل والحزن على الماضي والخوف أكثر القلب ينشغل بالخوف أكثر من الحزن يعني إنسان مثلا مات ابنه فهو حزين عليه ولكن حدث زلزال مثلا فتجد الخوف يطغى فيهرب يتفاعل طبيعة الإنسان ودماغ الإنسان ومركز الخوف مركز الخوف يعمل بصورة أسرع من مركز الحزن مركز الحزن على المدى الطويل اكتئاب ثم اكتئاب مزمن ثم اكتئاب حاد يعني مراحل بينما الخوف سريع جدا ليضمن سلامة الإنسان لذلك في هذه اللحظة في هذه اللحظة يعاني الإنسان الذي أشرف على الموت أيها الأحبة يعاني من شعورين إحساسين فقط الشعور الأكثر طغيانا عليه هو الخوف الشعور الأكثر تأثرا واستجاب أعضاءه تستجيب لهذا هو الخوف والشعور الثاني هو الحزن على أولاده الحزن قد يكون لديه طفل صغير يتركه لمن قد يكون لديه زوجة ضعيفة قد يكون لديه أب أو أم لمن يتركهم ليس لهم من يعينهم يعني هو يعاني من هذا الحزن ولكن الدرجة الأكبر هي الخوف لذلك الملائكة تنزل في هذه اللحظة على المؤمن تقول لهم لا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أولا ألا تخافوا لذلك في القرآن أيها الأحبة غالبا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبدأ بالخوف ثم الحزن يراعي المشاعر النفسية وهذا في القرآن على فكرة في كثير من الآيات ألا تخافي ولا تحزن ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أولا ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وأبشروا ألا تخافوا عفوا أنا أخطأت الآية تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يروا الجنة أمامهم ثم تقول لهم الملائكة بعد أن يروا الجنة ويهدأ هذا الإنسان يهدأ قلبه ويصبح لديه شوق للقاء الله شوق لهذه الجنة فينسى الدنيا وما فيها ولا يريد أن يعود إلى الدنيا على فكرة في هذه اللحظة فتقول له الملائكة نحن كنا أولياءكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن نحن معك كنا معك في الدنيا لم تكن ترنا ونحن يوم الموت معك وأنت ترانا الآن فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ونحن سنكون معك في القبر وفي عالم ما وراء البرزخ وسنكون معك في الآخرة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما تدعو به يستجاب كل ما تشتهيه يحضر أمامك طيب بالله عليكم بالله عليكم إنسان إنسان في هذه السعادة الغامرة ماذا يريده من الدنيا؟ يريد أن يرجع ويعود ويتعلق لذلك أيها الأحبة قلت لكم في بداية هذا اللقاء إن فيروس كورونا كشف خبايا النفس البشرية اليوم المريضة كشف لنا كم نحن نكره لقاء الله المؤمن يكره الموت ولكن لا يخاف يعلم أن أجله محدود محدد قد يكون بفيروس وقد يكون بغيره المهم أن الموت لا يأتي إلا بأمر الله الله تعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا إلا ماذا؟ إلا بإذن فيروس أو سرطان أو مرض أو فشل عملية جراحية أو حادث سير أو إلا لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الإذن يجب أن يصدر من الله سبحانه وتعالى كتابا مؤجلة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين إذن أنت الآن أمام لقاء الله سبحانه وتعالى النبي يحذرنا من خلال علامات الساعة التي نراها بعيننا اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر وربطها باقتراب الساعة الإنسان إذا مات قامت قيامته على ذكر فنحن ينبغي أحبة تفلاء أن نحذر وأن نتأمل ونتفكر كل يوم رجاء تأمل آية آية قرآنية كل يوم تأمل حديثة على الأقل يعني على الأقل مع العلم أن الإنسان المؤمن التقي الله يريد منا أن ننام قليلا ونتفكر كثيرا انظروا إلى عظمة القرآن الله تبارك وتعالى قال في حق المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا دائمي الاستغفار دائمي قيام لا ينام قلق قلق لأنه سيلقى الملك سيلقى ملك الملوك كيف لا يستطيع يعني هو دماغه مشغول دائما بلقاء الله سبحانه وتعالى لذلك هذا النوع مدحه الله قال في سورة الزمر أمن هو قانت أنا الليل أمن يعني الله كأن ولله المثل الأعلى كأنه يقول أين هذا أين هذا الذي يقنط يعني يخشع لله يتعبد يقرأ القرآن يتفكر بكلام الله أمن هو قانت آناء الليل أوقات طويلة من الليل ليل طويل فهو يقنط ويقرأ القرآن ويتفكر ويفكر بلقاء الله أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن القضية قضية تعلم أيها الأحبة إنما يتذكر أولو الألباب تحتاج القضية للب أو عقل والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعطي الجنة عبثاً لأي إنسان لا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يجب أن تصبر تصبر على جارك أذى جارك أذى الناس أذى الزوجة والأولاد أذى الزوجة تصبر على أذى زوجها هذا الصبر هو الذي ستأخذه معك إلى القبر يكون ضياء لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء وسيكون لك نوراً يوم القيامة وسيكون هذا الصبر معك يوم الحساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين